في خطوة وصفها وزير الصحة الألماني بأنها نقطة تحول في سياسة القنب الفاشلة أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لتقنين القنب من المتوقع يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا بحلول نهاية هذا العام ينص القانون على شطب القنب من قائمة المواد المحضورة في قانون المواد المخدرة ويجيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد على ثلاث نباتات قنب للاستخدام الشخصي تعليقا على هذه الخطوة قال وزير الصحة كارل لوترباخ إنه لا ينبغي لأحد أن يسيئة فهم القانون وإنه سيتم تقنين تعاطي القنب ومع ذلك سيظل خطيرا وأضاف لوترباخ أن الهدف من تقنين القنب هو صد السوق السوداء وجريمة المقدرات والحد من الإتجار بمواد سامة أو مغشوشة وتقليل أعداد المستهلكين هذا القانون وقبل المصادق عليه تعرض لانتقادات من الاتحاد المسيحي وهو أكبر حزب معارض في البلاد وكذلك من جانب اتحادات من القضاء والشرطة وقطاع الصحة رئيس نقابات أو اتحاد نقابات الشرطة مثلا قال في تصريحات سابقة إنه ليس من المنطقي فتح الباب أمام عقار آخر خطير ويتم التقليل من فداحته في كثير من الأحيان إلى جانب الكحول القانوني الخطير أيضا إذ يثير تقنين الحشيش جدلا واسع في أوروبا وخاصة بعد اتجاه بعض الدول لإطفاء شرعية على استهلاكه وأصبحت مالطة أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقنن زراعة واستهلاك الحشيش للأغراض الترفيهية وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي سمحت لوكسنبورغ أيضا بتقنين زراعة الحشيش في المنازل غير أن تقنين الحشيش في دول مثل إسبانيا وإيطاليا ما يزال محل تجاذبات سياسية بين مختلف الأحزاب للتعليق على هذا الموضوع نضم لنا سيد رفايل بوسونغ كبير الباحثين في المحل الألماني للشؤون الدولية والأمنية من برلين سيد رفايل أهلا بك منذ أكثر من عام والحكومة الألمانية تدرس هذا الأمر لماذا سمحت به الآن وما الهدف كانت عملية توبيلة وأيضا كان هدف هذه الحكومة منذ تشكيلها أن تصل إلى اقتراحات ملموسة وأيضا مع مرورنا في انتشار وباء كورونا كان هناك أولويات مختلفة ولكن كما قلنا بعد مرور عاما من الاستشارات كان هناك قانونين القانون الذي وصفتمه في التقرير أولا وقانون آخر أيضا سوف يكون مرتبطا بهذا الموضوع أيضا ولكنه يشكل إشكالية سوف تأتي في الخريف لأننا لا نعلم كيف سوف يكون تشريع بيع مواد القنب والمخدرة أيضا فهناك وجهة نظر أن استخدام القنب موجود في المجتمع وسوف يكون فعالا أكثر إذا تم تنظيمه وجعل قانونيا ولكن هذه عملية طويلة هناك أيضا معارضة وهناك مسائل متعلقة بالثقافة في بعض الدول ولكن أيضا من جهة نظر براغماتية القانون الجديد يحصل على ردود فعل إيجابية أيضا من ناحية القوانين ولكن من جهة أخرى يفرض قوانين على كيفية نمو وزراعة هذا القانون لو ترباح وزير الصحة الألماني إذا سمحت لي بالمقاطعة السيد رفايل يقول إن الهدف من تقليل القنب هو صد السوق السوداء وجرائم المخدرات الحد من الاتجار بمواد سامة وكذلك كما يقول تقليل أعداد المستهلكين ربما على غرار التجربة الهولندية هل هناك تشابه أم أن الأمر مختلف في ألمانيا؟ النموذج الهولندي ليس إيجابيا للغاية لأن في هولندا كان هناك سياسة مطولة ولكن فقط البيع أو إنتاج القنب لم يكن قانونيا في هولندا وهذا أدى إلى أنه في هولندا إنتاج القنب لا يزال جريمة فالحكومة الهولندية تعد تفكير في سياستها نعم هذه تجربة كبيرة عندما تسير ألمانيا على المسار الصحيح بين إجعل القنب قانونيا وأيضا السيطرة بالطريقة الصحيحة لا يزال هناك أشخاص لديهم شك في كيفية عمل هذا القانون وفي دول أخرى أيضا تم التنظيم وتمت القانونية منها الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة السوق الصوداء لم تنجح بطريقة كبيرة فالأمر لا يزال يعتبر تجربة في ألمانيا وهناك محاولة لتشكيل ميزان بين الطرفين